موسيقى بالنسبة للإستعدادات غالبين هناك يقتنوا بعض المستزامة ديال العيد ما في ذلك البرقوق والزيتون والزبيب واللوس على حساب الطاشن وأضيف إلى ذلك العطرية لا بدها وكذلك المستزامة ديال الدبح لم يكن المؤسس وشكائل اللي يدرون فيهم الحما وكثير من الأمور الكوردة وكما نقول كل الملك يرتفع بها الأخرى وكيف يكون العيد نهارا ديال العيد ما تقريباً المسامة لدينا عدد البوكبوكا يجب أن يرون القطاني وغالبين على الحمص وكيف يدرهم مع القطاني والخيط بشيط البوكبوكا هذا هو مرة عادة المعروفة العريقة في هذه المنطقة بالنسبة للمراحل الى نهار العيد بعد الصلاة والذبيحة الى العيد الرجل يذبحوا ويسلخوا العيد والنساء يقوموا بتنظيف ما يسمى الدوارة ويشوتوا هذا الكراس والكرعين والنهار العيدة غريبا في الغداء يكون الغداء ديالهم الدوارة يعني ولا البوكبوكا ما يسمى البوكبوكا مباشرة مرد بيحة يحاولوا يديرون ما يسمى الكفدة يعني يديرون ملفوف هذه هي أول كما نقولوا أكلنا كلوها هي هي الملفوف وفي الغداء يديرون وفي الغداء يقوموا بعملية السلخ ويقوموا بتشويت الراس والكرعين والإعداد البوكبوكا يتغذرون غالبا بالبوكبوكا في العشية يقوموا بتخطيع لحن بشبه من الحرارة المرتفعة ويقوموا بتخطيع ويوضعوا في الدلاجة في العشية يقوموا بزيارة العائلية وفي الغداء يجب أن يكون غالبا بالدلاجة ولا تقوموا بزيارة الراس ويقوموا بزيارة الغداء السلخ كما نقول لكي تشويت المزيان ويقوموا بمثلق الدوارات ويقوموا بزيارة ويقوموا بزيارة الراس هذا هو الإشكال كما نقوله في اللغة الفرنسية يتنقص كأن رب المنزل يقوم بذبح وصرخ ويكونوا دارين به الأولاد وبعد يدبحوا ويعشوا هذيك المومو بالفرحة ديالهم وهم يشوفوا هذيك العيد وكل شيء أمور هذه العشية يقوم رب المنزل بتقطع ديال الجتة ويكون واحد موبيوس وواحد الفارح ديال الصغار وكل شيء لأن الأمور تغيرت وتزاحمت العادات وتزاحمت بما بعض قالوا واحد يجيب الليذ بحلو لاش في ساعي يكمل لاش يدين عند الجزار لاش يقوم بتقطع دياله بحجة أن الجزار يعرف يقطع وما يضيعش وبالحقيقة يعني العادات العائقة اللي نعرفوها وكنا نشدينها على وريدنا وعلى جدودنا يعني الحقيقة غير في نقص بكل صراحة وبالتاليك الامبيونس يعني ما بقى تطير الامبيونس ديال العائلة تستمعوا ويشوفوا ذك شيء معينهم ويشوفوا ذك شيء ميكانيكي كنت تجيب ليه في باح وتدينيه قطع يعني بقصد شوية الباقية هذه الباقية يعني كمتال بعد من تقوم بالزيارة ديال العائلة الكبيرة غالباً كيكون الجد والجدة هنا كتلقى الحق ديالك باقي ديال الملفوف المخليين لك حقك والوليدات ديالك هذي هذ الأمور حبدون لها باقية وباقية يعني في الأوساط ديال العائلة ديال المنطقة الشرقية بالنسبة للثامن ديال الحوالة في اللول كانت واحد محل واحد درجة يعني فعنا نقولو الثامن مرتافع بززاف مرتافع بززاف وقعت خوف وكل شيء حتى أشربوا النساء ولكن المتوارثة في السوق يقومون لك بلليه الثامن على أمور ديال العائلة راه بطوة وراء فمتناول ديال الجامعة الأول هم غالباً يكون لكسابهم اللي رفعوا الثامن أو لا ناقة لا تقومون بانتهم ولكن بعد يتوسطون لليه الثامن لكي يكون هناك متناول ديال الجامعة كل شخص يشريك على حساب قدرة شرائية ديان نتمنى لهم إن شاء الله يعيدوا وتمنى لهم فرحة ديان لهم تكمل وحمدوا الله على هذا التقاليد ديان هذا التقاليد العريقة والخير دائما نكاينه ومعمور خير ينقصه وحوري دائما نكاينه وكل شيء يقدر يعيدوا إن شاء الله نتمنى لهم الخير في هذا العيد هذا